لأول مرة منذ تعيينه مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يصل هانس جروندبرغ إلى صنعاء في مهمة لإطالة عمر الهدنة الأممية والبناء عليها المبعوث الأممي كان قد التقى خلال يومين الماضيين المتحدث الرسمي لميليشيا الحوثي محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط حيث قال عبد السلام أنه بحث سير الهدنة الإنسانية وضرورة الإسراء في تسيير الرحلات من مطار صنعاء وسلاسة دخول السفن دون تعقيدات أو عراقيل سبق للمبعوث الأممي أن التقى وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي قبل انتقاله إلى صنعاء بساعات وقال بيان عن الخارجية العمانية إن اللقاء ناقش أهمية الدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار أعلن المبعوث الأممي توصل أطراف النزاع في اليمن لعقد هدنة لمدة شهرين تتضمن وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل جزئي والدعوة للنقاش اللاحك لمواضيع فك الحصار عن مدينة تعز وفتح طرقات مغلقة غير أن الحوثيين يشترطون فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل قبل الحديث عن فتح الطرقات تعاني الهدنة الأممية من حالتها شاشة شديدة حيث تتعرض للكثير من الخروقات التي يتبادل الأطراف على الأرض التهمة بشأنها فيما تستمر ميليشي الحوثي بحشد المزيد من المقاتلين والآليات العسكرية إلى مناطق المواجهات في محافظة مأرب اشتركوا في القناة